السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم بعد أربع سنين من استخدام Arch Linux بشكل حصري ويومي على جهازي كنظام أساسي إجا الوقت أني أرجع لأول توزيعة لينوكس استخدمتها بحياتي بسنة 2011 وقت اللي استخدمت لينوكس لأول مرة بالمختبر اللي كنت عمالي اشتغل فيه كانت التوزيعة هي فيدورا وكنا مضطرين أو بالأساس أنا ما اشتغلت عن نظام وما تعاملت معه برا فيدورا المختبر لأنه كنا عمالنا نتعامل مع برنامج الماتلب وبالمختبر ما كان في عنا ولا كمبيوتر عليه ويندوز وكنا كان في عليه الفيدورا طبعا فيدورا 2011 مختلفة بشكل حصري بشكل كامل بشكل جزري عن فيدورا 2022 ليش عملت هاي الخطوة وليش انتقلت من Arch لفيدورا وهل فيدورا احسن من Arch ولا Arch احسن من فيدورا اليوم رح احكي عن الاسباب اللي خلتني اعمل هاي الخطوة والسبب اللي منعني اني الاسبوع الماضي نزل اي فيديو اني خلال هات الاسبوع كنت عمالي قوم بعملية الانتقال يعني كانت فترة بس لحتى شوف انه هل من الممكن اني عيش مع النظام اسبوع كامل ولا لا خلينا نشوف اول شي شو هو الاختلاف الجوهري بين النظامين ما بين التوزيتين انا ما في عندي باتبار انه فيدورا و Arch وبونت و ديبيان كل هاي التوزيعات لينوكس فبالاخير ما في اختلاف ما في فرق تستخدم التوزيعة X ولا التوزيعة بقى هاي النقطة صرت حاكيها ما اليوم مرة وبرجع بعيدها التوزيعة اللي انت عمالك تستخدمها هي التوزيعة الافضل بالنسبة لك طيب انا ليش عملت هاي النقطة هل في عندي اي مشاكل ليش عملت هاي الخطوة هل في عندي اي مشاكل مع Arch بالتأكيد لا انا ما بعاني من اي مشكلة بعض الناس بتقلك انه Arch غير مستقرة هذا الكلام مالو صحيح بالاساس شو هو تعريف استقرار توزيعة ليش بيقولوا عن ديبيان انها مستقرة في عندي نقطتين لازم اني خليهم بالي وقت اللي بيحكي على استقرار توزيعة الاستقرار مو بالضرورة بيعني انه البرامج ما بتنقفل بشكل قصري ما بيصير في عندي اعطال ولكن الاستقرار وقت اللي بتسمع انه جماعة ال IT او الناس اللي بتشتغل على السيرفرات بتقلك عن استقرار توزيعة هو انه البرامج او الحزم اللي موجودة على هاي التوزيعة بيكون في قلها اصدار معين لهذا السبب هذا الاصدار ما بيتحدث الا وقت اللي بيصدر الاصدار الجديد من التوزيعة طيب ليش انا في عندي اصدار قديم يعني ممكن انه يصير في عندي برنامج معين او حزمة معينة او انا عمالة استخدمها على سيرفري عمرها 4 او 5 سنين صارت قديمة كتير بس السبب انه هاي الحزمة في قلها وظيفة معينة عمالها تعملها على السيرفر فانا اذا هاي الحزمة عمالها تتحدث بشكل دائم فلازم كل فترة والتانية اذا صار في تغييرات جوهرية على بنية او على تركيبة الحزمة اني ارجع وعيد كتابة كافة الادوات اللي عمالي استخدمها على السيرفر عندي طيب منيجي لموضوع الامان انه انا طيب اذا هاي الحزمة معمالها تتحدث كل 4 او 5 سنين فاذا صار في عندي صغرات امان وصدر تحديثات جديدة فانا صارت متأخر 5 سنين هاد الكلام اللي بيعملو جماعة التوزيعات المسقرة انه بيعملو باتشيز او ترقيعات امان فقط اما ما بيضيفو اي اضافات او وصائف جديدة على التوزيع الحزمة فلهذا السبب مثلا بالشركة اللي انا عمالي اشتغل فيها على السيرفرات اللي موجودة عنا لحد الان احنا عمالا نستخدم السينت او اس 6 على ما اعتقد مع الكيرنل 3.3.something يعني هلأ الكيرنل الاخيرة هي 5.18 وال5.19 ابتدى الشغل فيها ونحن بالشركة لسه شغالين على الكيرنل 3.something طيب هذا الكلام هل هو نقطة ايجابية ولا سلبية طبعا باعتبار انه نحن في عنا السيرفرات شغالة بشكل دائم وفي عنا كتير برامج او ادوات مرتبطة فيها في جماعة الاي تي الموجودين بالشركة ما في عندهم حال تاني انه يستخدموا رولينج ريليس كارتش بس كمستخدم عادي انا هل بيستخدم ديبيان او هل بيستخدم سينت او اس مع كيرنل ادوات طبعا لا انا بفضل دائما انه يكون في عندي برامج جديدة هون بتيجي عندي انه احسن توسعتين بهذا المجال اللي هنين الارتش والفيدورا طبعا باعتبار انه الاثنين فيهم برامج جديدة دائما الفيدورا لا تعتبر رولينج بمعنى رولينج لانه كل ستة شهور انا في عندي نسخة جديدة من فيدورا مثلا من ستة شهور او سبع شهور كان عندي خمسة وتلاتين اليوم صرنا على الفيدورا ستة وتلاتين اللي بيصير انه فيدورا صح هي كل ستة شهور بيصدر منها اصدار جديد ولكن البرامج بتتحدث بشكل دائم هلا هي ما بتتحدث بنفس سرعة ارتش ولكن البرامج دائما جديدة يعني انا مثلا ما في عندي على الفيدورا ستة وتلاتين ما في عندي الكرنل خمسة تمنتاش بس رح تصدر هلا متى ما جماعة فريق في دورا انتهوا من اختبارها وقياس استقرارها رح ينزلوها على النظام هلا ما بعرف رح شوفها بالاصدار ستة وتلاتين او هادي الشهر او الشهر الجاي ولكن بالاخير رح توصل في حالة ارتش الكرنل خمسة تمنتاش بتوقع انه الاسبوع الجاي تكون موجودة على النظام او على المستودعات هلا طالما حكيت على المستودعات خلينا نجي للنقطة اللي بتميز توزيعا التانية طبعا انا الواجهة الرسومية ما بتهمني ابدا الديسكتوب انفيرومنت ما هو الشي اللي بيحدد اذا بدي استخدم التوزيعة اكس ولا التوزيعة واي فهذا سطح المكتب اللي موجود عندي هلا انا اذا ما قلتلك انه هاي التوزيعة هي مختلفة عن التوزيعة اللي كنت عمالي استخدمها الاسبوع الماضي فانت رح تقول انه هاد ارتش وليس في دورا في حين انه هاد في دورا اذا انتبهت انه انا رجعت الكمبيوتر او رجعت سطح المكتب للشكل اللي كان موجود عليه الاسبوع الماضي ليش لانه انا هاد الوركفلو اللي متعود اني اشتغل عليه فباعتبار انه لينوكس هو لينوكس فما في اختلاف يعني انا رحت على المستودعات رحت على الدي ان اف نزلت كافة البرامج اللي بيستخدمها وخلص رجعت عملت عملية استرجاع من الجيت هاب عملت كلون للدوت فايلز ورجعتها خلال ساعة او ساعتين كان في عندي نفس الاعدادات اللي كانت عندي هلا امني جي لنقطة من الاختلافات الكبيرة بين الاثنين اللي هي الاختلاف الوحيد اللي بيميز توزيعة لينوكس عن غيرها على وهو مدير الحزم ارش مثل ما اغلب اللي بيستخدموا ارش او كل اللي بيستخدموا ارش مو الاغلب بيعرفوا انه انا لحتى نزل برنامج بيستخدم باكمان في حين انه في دورا بتستخدم الدي ان اف هلا الاختلاف بين الاثنين انه دي ان اف ككيفية التعامل مع مدير الحزم هي تعتبر ما بدي قول اسهل ولا اصعب ولكن يعني مفهومة بشكل اكبر فانا لحتى نزل برنامج بقل له دي ان اف انستول لحتى احزف دي ان اف ريموف لحتى حدث دي ان اف اوبديت لحتى دور على حزمة معينة دي ان اف سيرش في حين انه على ارش بدي قلله لحتى دور لحتى نزل برنامج لحتى أحذف برنامج لحتى أعمل عملية مزامنة أو حدث النظام يعني الطريقة اللي حطين فيها السينتاكس للباكمان لا تعتبر مناسبة للمستخدم لا للمتقدم ولا للمبتدئ يعني شو هي الأس؟ هي بتوقع أنه من السيتاب شو هي الداش آر من الريموف بس حطوها بشكل مفهوم للبشر نحن بشر بالأخير لازم يكون التعامل مع النظام أسهل بكتير أو التعامل مع مدير الحزم طيب هل هذا الكلام معناه أنه باكمان سيئة؟ أكيد لا ولا دي أن إف أحسن من باكمان؟ كمان أكيد لا الاختلاف بين الاثنين أنه دي أن إف بطيء جدا يعني أنا عملت أنه حدثت أنه فعلت يكون في عندي الـ Parallel Downloads التحميل أو التنزيل المتوازي حدثت الـ Fastest Mirror ولحد الآن في عندي مشكلة أنه وقت ينزل البرامج يعني بيأخذ وقت بأفضل الأحوال بيكون أبطأ من باكمان بضعف الوقت طيب هاي المشكلة هل تعتبر مشكلة كبيرة؟ أكيد لا لأنك رح تتعامل معها أنت بدك تنزل البرنامج خلص تقول له DNF Install خلص تركه دايتين، ثلاثة، عشرة حسب حجم البرنامج اللي عندك وبيكون نازل يعني مالها نهاية الكون هلا نأتي لنقطة تانية أغلب الناس اللي بتستخدم فيدورا أكيد عمالها تستخدم فيدورا ووركستيشن مع واجهة جنوم بس فيدورا في عندي في عندي سبينز أو في عندي نكهات مختلفة منها في عندي فيدورا بتيجي مع بلازما في عندي فيدورا بتيجي مع الـ XFCE في عندي فيدورا بتيجي مع الـ Cinnamon مع الـ I3 وإذا ما بدك ولا واحدة من هدول اللي سبينز ممكن أنك تروح مع نسخة السيرفر اللي هي النسخة اللي أنا نزلتها فأنا ما نزلت فيدورا ووركستيشن مع جنوم وبعدين رحت حزفت الجنوم وضفت البرامج اللي بدي إياها لا أنا رحت للفيدورا سيرفر وبهي الحالة وقت اللي بتنزل الفيدورا سيرفر هي رح تكون مينيمال مثلها مثل الـ Arch ما في أي اختلاف الـ 2 مينيمال وحتى هي مينيمال أكتر من الـ Arch يعني الفيدورا سيرفر حتى الـ Compilers الـ GCC ما بيكون نازل عليها تعريفات ما في عليها ما في عليها أي شيء أنت لحتى ترجع توصل لبرنامج لنظام متكامل بدك تنزل حتى الـ GCC الميك الـ CMake كل هاي الأمور ما لها نازلة على نسخة السيرفر من فيدورا يعني اللي بيقول لك أنه Arch صعبة لأنه الـ Installation صعب تعالوا شوف الفيدورا سيرفر عام لك وقت اللي بتنسلها مينيمال أكتر من Arch يعني الأشياء الوحيدة اللي رح تلاقيها نازلة مع المينيمال مع نسخة السيرفر رح تلاقي نازل عندك بعض الخدمات الأساسية ما بعرف إذا كانت أساسية بس مثلا على سبيل المثال الشي اللي أنا بيستخدمه بشكل دائم البلوتوث أنا ما كنت مضطر أني نزل البلوتوث لأنه كان نازل مع نسخة السيرفر هاي واحدة من الأمثلة مثلا الـ SSH السامبا لا الـ SSH كان نازل السامبا ما كان نازل الفايروول كان نازل بشكل أوتوماتيكي هاي نقطة تانية هلأ رح نحكي عن ميزات الأمان بين التوزياتين فمثل ما حكيت أنه أنا بنسخة السيرفر بدي نزل كل البرامج اللي بديها واحدة تانية بعد ما نزلت التوزيعة ونزلت الـ X-Org جيت بدي أنا بستخدم التيرمينال اللي بيستخدمها أو التيرمينال أميوليتر اللي هو الكيتي اللي هي هاردوير أكسلوريتد يعني بتستفيد من مزايا كارت الشاشة فأنا لحتى كنت لحتى قدرت أني استخدم الكيتي كنت مضطر أني نزل حزمة إضافية اللي هي Mesa Drey Drivers لحتى قدرت أني استخدم الكيتي على الأرش ما كانت مشكلة لأنه بتوقع أنه وقت اللي ننسلت الكيتي هو لحاله دور على الدرايفرات المناسبة طبعا أنا كنت منزل بالحالتين ننسلت درايفرات AMD لحتى يشتغلوا بس الOpenGL ما تشتغل بدون الميسا Drey DRI فهي واحدة من النقاط يعني كمان في دورا مينيمل التوسيعتين موجهين للمستخدمين المتقدمين هذا الكلام ما في أي شخصين بيختلفوا عليه بس أنت إذا نزلت في دورا ووركستيشن رح تكون جاهزة للاستخدام Out of the box يعني أنت بعد ما تنزلها فأنت بعد ما تنزلها وتحط المستخدم وتعمل الإعداد المبدأ إلى النظام صار جاهز للاستخدام أما إذا كنت بدك تروح خطوة أعمى بالنظام وفعلا أنك تستخدم النظام لأقصى درجة ممكنة فالتنين لازم يكون في عندك خبرة لا بأس فيها بلينوكس قبل ما تستخدم سواء في دورا ولا Arch بس لا ننسى مع أنه التوزيعتين موجهين للمستخدم المتقدم إلا أنه في دورا بتعمل لك بعض التعديل بعض الإعدادات اللي بتجي جاهزة لحتى يكون في عندك استخدام نظام أفضل بكتير في حين أنه بحالة Arch أنت كل واحدة من الإعدادات لازم أنك تبنيها بنفسك مثلا الجدار الناري الفايرول على في دورا على في دورا بيجي نازل مع النظام الإعدادات السيكيوريتي على في دورا السي لينوكس بيجي نازل عندك مثلا إذا حكينا على Open SSH مثل ما حكيتنا شوي بيجي نازل عن النظام هاي إذا كنت بدك تعمل وصول عن بعد لكمبيوترك فرح يكون في عندك Open SSH موجود عن النظام في حالة إذا كنا عملنا نحكي عن التقنيات الحديثة على Arch كافة التقنيات الحديثة موجودة ولكنها مالها مفاعلة بشكل طبائي أنت لازم أنك تعملها في حين أنه في دورا مثلا السيستم دي في دورا هي واحدة من أوائل التوزيعات اللي استخدمت السيستم دي أو أول توزيعات استخدمت السيستم دي البايب واير الويلند كل هاي الأمور في دورا هي اللي اللي بتساهم بأكبر قدر بأكبر قدر بتطوير وتحسين هاي التقنيات يعني فريق في دورا هلا هاي النقطة أنه التوزيعاتين هنن توزيعات مستقلة ما في أي مالهم مبنية على أي توزيع تانية هلا في حالة في دورا بعض الناس ممكن أنه تقول أنه في دورا مشتقة من الردهات هلا هذا الكلام مو صحيح مية بالمية ومو غلط مية بالمية لأنه بدايات في دورا كانت مع الردهات ولكن الردهات هي توزيعة في وراها شركة كبيرة هلا حاليا الريدهات لينوكس كهذا الاسم بالتحديد ردهات لينوكس ما عادت موجودة اللي موجود عندي اللي هو ردهات انتبرايس لينوكس أو الريل هلا الفي دورا والريل اتنيناتهم بيكملوا بعض يعني الكميونيتي اللي بتطور في دورا دائما الميزات اللي بتحطها أو بأغلب الحالات الميزات اللي بتحطها هي بتكون ميزات اختبارية لحتى بالأخير توصل للريل وجماعة ريل باعتبارها شركة ضخمة أو الردهات شركة ضخمة كمان وقت اللي بيكون عمالهم يعملوا ميزات جديدة أو تقنيات جديدة بيوم من الأيام هاي الميزات رح توصل للفي دورا فهل الفي دورا مشتقة من الردهات لا وإنما التوزيعتين بيشتغلوا بشكل هارموني بشكل متناسق بينات بعض أو الفريقين المطورين للتوزيعتين هلأ واحد تاني من الاختلافات بين الفي دورا والأرش ألا وهو إنه في دورا في عندها سياسة صارمة جدا وقت اللي بيجي الموضوع للبرمجيات غير الحرة أو غير مفتوحة المصدر في دورا على مستودعاتها الرسمية ما فيها أي برمجيات أو حزم مغلقة المصدر فأنت لحتى تنزل لنقول على سبيل المثال رح حط مثالين اللي هنن أغلب الناس ممكن أنه يحتاجوهم إذا كان في عندك كرت شاشة انفيديا فتعريفات انفيديا ما لها موجودة على مستودعات في دورا الرسمية إذا كنت بدك تشغل فيديو طبعا هات أغلبنا بنعمله باعتبار أنه نحن موجودين على كمبيوتر شخصي وليس سيرفر فنحن بدنا نشغل فيديوهات بدنا نفتح يوتيوب بدنا نشوف أفلام فأنا الفي أل سي والأم بي في اللي هنن أشهر برنامجي اللي تشغيل ملفات الفيديو هذول الاثنين مع أنه الاثنين مفتوحين المصدر ما لهم موجودين على مستودعات في دورا الرسمية ليش السبب أنه لحتى هذول الاثنين يشتغلوا سواء الفي أل سي أو الأم بي في فأنا لازم يكون في عندي نازل الكودكس أو الترميزات اللي هي الـ 264 والـ 265 هذول الاثنين في الهن نسخ مفتوحة المصدر ولكن باعتبار أنه السياسة في دورا ما بتدعم أي شي مغلق المصدر وانت اللي حتى تفاعل الـ 264 والـ 265 تضيف هاي الكودكس أو الترميزات لازم يكون في عندك بعض الجزيئات البسيطة من البرمجيات مغلقة المصدر فهذول الاثنين ما لهم موجودين على المستودعات الرسمية لازم أنك تروح تفاعل مستودعات لحتى أنك تقدر تنزل الـ MPV أو الـ VLC أو الـ FFMPEG الـ OBS نفس الوضع كلها برامج مفتوحة المصدر ولكن بتعتمد على تقنية مغلقة المصدر فما لها موجودة على مستودعات في دورا في حين أنه ما في عندها مشكلة ابتع بإلولك على موقعهم أنه موضوع اختيار البرمجيات مفتوحة المصدر أو مغلقة المصدر هذا راجع للمستخدم نحن حاطين هاي الأشياء على مستودعات أنت بدك تستخدمها استخدمها ما بدك تستخدمها أنت حر ولكن ها موجودة ما في عندهم هالسياسة صارمة وقت اللي بيش الموضوع للبرمجيات مغلقة المصدر نجي للنقطة الأهم بأي توزيع أو شو اللي بيحدد استخدام التوزيع هذا وهو توافر البرامج والحزم مثل ما حكيت التوزيعتين واحدة بتستخدم باكمان وواحدة بتستخدم الدي ان اف ولكن الميزة الأهم بأي آرش اللي هي الأي يو آر ما أنه أنا حاليا يعني ما عدت كتير بفضل أني استخدم الأي يو آر بس لسه بس لسه في عندي وقت اللي اللي بتعطيني على توزيتي اللي هو البيكم على الAUR في عندي فورك أو في عندي نسخة من هذي الكمبوزيتر اللي بتعطيني الزوايا المدورة اللي بتعطيني الشفافية اللي بتعطيني البلور هذي الكمبوزيتر باعتبار أنه ما له موجود على فيدورة فأنا كنت مضطر أني أعمله عملية كومبايل أو بيلد من المصدر في عندي البرنامج الثاني مثلا في عندي الحزمة الثانية اللي هي الـ DDCI CCI Driver هذي اللي بتخليني أتحكم بسطوع الشاشة الأكسترنال وليس شاشة اللابتوب يعني المونيتر اللي عندي اللي بتخليني أتحكم بسطوعها كمان هذا ما له موجود على الـ DNF أو على الفيدورة كمان كنت مضطر أني أبنيه من المصدر في عندي الماوس اللي أنا باستخدامها اللي هي Logitech ماوس جيمر مع أني ما لدي جيمر بس يعني في إلها بعض الميزات هذي الماوس ما في إلها برنامج بشكل نيتيف على اللينوكس ولكن بالجيت هاب في عندي برنامج لحتى أني عدل بعض الأزرار اللي عليها فعالجيت هاب في برنامج اللي هو Logi OPS أو Logi Options فكمان هذا على الـ AUR موجود على الفيدورة ما له موجود كنت مضطر أني أعمل له عملية build من المصدر بالنسبة للفايل للفايل مانيجر اللي أنا باستخدمه أنا ما باستخدم للناتوليس ما باستخدم الثونار Dolphin باستخدم فايل مانيجر من التيرمينال اللي هو الـ LF الـ LF موجود على الـ AUR وما له موجود على فيدورة بحالة الـ LF طبعا أنا ما كنت مضطر أني أعمل له عملية build لأنه في عندي باينيريس موجودة بس رحت وجبت الباينيريس ونزلتها في عندي الـ Spotify كمان الـ Spotify أنا بشغله من التيرمينال ففي عندي الـ Demon اللي هو Spotify D والبرنامج اللي بيتعامل مع هذا الـ Demon اللي هو Spotify TUI هدول الاتنين كمان ما لهم موجودين على فيدورة فكنت كمان هدول الاتنين بنيتهم من المصدر هلأ هالعملية بناء البرنامج من المصدر تعتبر عملية نهاية الكون ولا عملية معقدة أكيد لا ما لها نهاية الكون لأنه بأغلب البرامج أو الحزن اللي حكيتها كانت التعليمات أو كيفية البناء موجودة على الـ Repo أو على الـ GitHub بحد ذاته فلو مثلا جينا للـ Logic Options رح شوف أنه هون شارح لي كيف ممكن أني أبني الحزمة بس المشكلة مع البناء من المصدر أنه في عندي البرامج الملحقة أو الـ Dependencies اللي أنا محتاج أنها تكون على موجودة على نظامي قبل ما أعمل عملية البناء هلا إذا كان المطور يعني شاغل شغل صح على الـ GitHub أو على الـ GitLab أو من أي مكان تاني موجود المصدر عليه فرح تلاقيه شارح لك أو حاطط لك شو هي الحزمة الإضافية اللي لازم أنك تنزلها فمثلا لو إجينا لهذا للـ Logi OBS فرح شوف أنه بحالة فيدورة هو آه يلي شو هي البرامج اللي لازم أني نزلها هون بيجي لموضوع برجع للـ DNF والـ Pacman أنه الأثنين يعني بيعملوا شغل ممتاز بالوقت اللي بينزلولي الـ Dependencies أو المكتبات الـ Libraries الضرورية لأنه يشتغل البرامج المعين بس الفرق أنه الـ DNF أو الفيدورة بتنزل Libraries و Dependencies بشكل كبير وأغلب هاي المكتبات رح تشوف أنه بتكون في عندي اسم المكتبة الأساسية وبعدها رح يكون في عندي Dash Devil أو Dash Development أو Developer سميها الاسم اللي بدك يا فأنا رح يكون في عندي كم كبير من البرامج اللي أنا ما بيستخدمها إلا لبناء برنامج معين هلا بعدين بدي أرشع أحزفها ممكن أني أحزفها بس إذا صار في عندي تحديث للبرنامج وأنا باني من المصدر فعملية التحديث لازم أني أرجع أعملها بشكل يدوي ما في عندي أني أستخدم الـ DNF Update لحتى حدث البرنامج اللي أنا بنيته فإذا كنت حازف هاي الـ Libraries أو المكتبات اللي هي Dash Devil لازم أني أرجع نزلها مرة تانية ما لها هالنقطة الكبيرة بس أنا واحد من الناس اللي ما بحب أني يكون في عندي أكتر من ألف أو ألفين حزمة نازلين على نظامي بحالة أرج ما وصلت بأي يوم من الأيام لأكتر من ألف ومائة حزمة موجودين عن نظام بحالة فيدورا أنا حاليا مع كل البرامج اللي بيستخدمها بشكل يومي نازل عندي ما يقارب ألف وتسعمائة وخمسين أو ألفين حزمة ما يقارب السبعمائة أو ثمانمائة حزمة من هاي الحزمة اللي مشودة هي بس Libraries أنا ما بيستخدمها ما له هالموضوع الكبير بس أنا وحال الناس الحساس لهذا الرقم يعني ما بحب أن يكون في عندي أكتر من ألف حزمة على نظامي هذا أنا شخصيا بعض الناس ما بتعاني من هاي المشكلة وهي بالأساس ما لها مشكلة بس مثل ما حكيت يعني أنا ما بحب يكون عندي هاد الرقم فهلأ إذا انتبهناهم مثلا إذا انتبهت وقت اللي أنا كنت عمالي نزل هدول البرامج رح شوف أنه نزلت وين كانت موجودة فأنا لحتى نزل واحد من هدول حتى هاد الكلام حصل معي مع الدي مينيو الدي مينيو على Arch يعني ما بيطلب مني إلا يكون موجود عنك الميك والجي سي سي وإذا كان فيه أشياء إضافية فهو رح ينزل لي إياها بحالة فيدورة لحتى نزلت الدي مينيو نزلت كل هاي البرامج لحتى قدرت أني استخدم الدي مينيو إذا متل ما أنا شايفين كل الحزم اللي نازله كلها داش ديفل طبعا الحزمة الأساسية كانت موجودة بس أنا لحتى أتأكد مثلا الليب اكس إليفن أو الليب اكس إليفن موجودة بس الليب اكس إليفن داش ديفل نزلتها أنا نزلت الحزمتين لحتى تكون بالسيف سايد ما له هالاختلاف الكبير نيجي لآخر نقطة وأهم نقطة واللي خلتني انتقل من Arch لفيدورة أنا وهو موضوع الأمان أو السيكيوريتي أنا ما بقول وما قلت ولا أي إنسان بيقول لك أنه Arch ليس آمن بيظل أي توسيع لينوكس أأمن من ويندوز بمليون مرة بس بArch أنت لازم أنك تفعل ميزات الأمان سواء كانت AppArmor سواء كانت SE Linux الـ Firewall أي شيء خصوصيات المستخدمين هاي الأمور أو الصلاحيات المستخدمين هاي الأمور لازم إنك تعملها بشكل يدوي حتى إذا كنت بنتك تستخدم نواة أو Kernel Hardened أو اللي فيها يعني اللي المقصات اللي فيها أمان أكبر من Kernel الهادية فإنت لازم إنك تروح تثبت كل هاي الأمور فمثل ما أنا شايفين على الويكي الخاص بأرت في عندي بقسم السيكيوريتي بيحكي لي عن شو هي الخطوات اللي لازم أني أعملها فمن مبدأ أني حط باسورد أكبر أنه يكون في عندي المايكرو كود الخاص بالسي بيو نيجي لموضوع المانداتوري أكسس كونترول اللي هي الأب آرمر أو السي لينوكس فكل هاي الأمور أو حتى الكيرن الهاردنينج كل هاي الأمور مشروحة على الأرشو أنا ممكن أني ساويها بس لازم أني أعملها بشكل يدوي في حين لو أجي للسيكيوريتي فيتشيرز بفيدورا طبعا هاي آخر حاليا يعني بس موجودة للفيدورا 34 بس الإصدارات الجديدة موجودة فيها كل هاي الخصائص أو الميزات فمسلا إذا شفت آآ رحشوف باللون الأخضر الداكن اللي هي مفعلة بشكل ديفولت اللون الأخضر الأفتح اللي هي متاحة والأصفر اللي هي غير متوافرة أو غير مضمنة فإذا شيت لفيدورا شايف أنه هون في عندي كل الريل وبعدين عندي الفيدورا فرحشوف أنه الفايرول مفعل بشكل افتراضي توقيع الحزم بتم عن طريق الـ DNF إذا جيت للفايل أكسس بوليسي فرحشوف أنه كل هاي الأمور موجودة بشكل ديفولت الـ SE لينوكس الـ Targeted Policy Executable Memory Protection فكل هاي الأمور مفعلة بشكل ديفولت لو أجينا للـ Encryption للـ File System Encryption أو للـ Hard اللي عملت فيديو عنها فهذا موجود على الـ Installer وقت اللي بتنزل الفيدورا لو أجينا لموضوع الـ Kernel Hardening رحشوف أنه كل ميزات الأمان مفعلة بشكل ديفولت أو متاحة أو موجودة على فيدورا فبالنسبة لموضوع الأمان في دورة متفوقة ما بقول أنه Arch ليس آمن ولكن لازم أنه أنت تفعل ميزات الأمان بحالة فيدورا بحالة Arch SE لينوكس ممكن أن ينزله ولكن عملية معقدة جدا الـ App Armor أسهل بكتير وهو بالأساس الـ App Armor بالتعامل معه أسهل بكتير من الـ SE لينوكس الـ SE لينوكس معقد يعني كتير ناس ما بتحب الـ SE لينوكس لأنه فعلا التعامل معقد الـ App Armor إن شاء الله رح يكون فيه فيديو كتير قريب جاي عنه رح نحكي كيف ممكن أن يثبت الـ App Armor على Arch لينوكس وحتى لو كنت رح أعملها بماكينة افتراضية بس رح نغطي هذا الموضوع بأقرب وقت إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ومشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم آراءكم وتعليقاتكم تركوا ليها بقسم التعليقات مين منكم بيستخدم فيلورا؟ مين منكم بيستخدم Ubuntu؟ مين منكم بيستخدم Arch؟ هذا الكلام ما بيأثر على استخدامك للنظام بالنسبة للأشخاص غير المشتركين إذا شايفين المحتوى اللي عملنا نقدمه مفيد وممتع فلا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى نكبر مع بعض يوم ورا يوم بلتقي فيكن بالفيديو الجاية وبأمان الله